ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أكاديمي والمحلل السياسي والكاتب صحيفة الرياض دكتور حمدان الشهري مساء الخير أهلا بك معنا دكتور حمدان هل نعرف تفاصيل أكثر غير ما ذكر بآخر يعني أخبار وصلتنا أنه ثلاثة صواريخ وتم اعتراضة طبعا وكانت مستهدفة مطار أبهى ما أي معلومات ممكن أن أعرفها من حضرتك إضافية أهلا بكم مساء الخير في الواقع حتى الآن لم يصرح ويذكر بشكل تفصيلي عن المعلومات ونستطيع أن ألفدكم معلومات أكثر من ما معروف لكنه نعرف أنه امتداد للموارسات الحلوثية العدوانية واستمرار لمحاولات أن يردون يعني يحاولوا لا يستطيعون الرد على أرض اليمن لأنه تعرفين هناك تقدم في عديد من الجبهات وخصوصا في صاعدة كثير من التقدم وهم يخافون كل يوم ولذلك يحاولون أن يرسلوا هذه الصواريخ هذه من جهة من جهة أخرى يريدون أن يقول أنه كل ما يتعرض له وطبعا نحن تعرف السياسة اليوم متشابكة ستكون هناك توجه ضربات أمريكية ذكرتها قبل قليل في نشرتكم على سوريا سوريا طبعا فيها إيران وإيران هي تريد أن ترسل رسالة أيضا نفس الرسالة ترسلها للمملك العربي الشعودي للمملك العربي الشعودي حتى ذكر الأمير محمد بن سلمان جاهزة حتى لمشاركة صحيح إذا اختضى الأمر نعم اختضى الأمر إذن نتحدث عن أن هناك تشابك لكن دعني أؤكد أنه بمجرد أن تبدأ الضربات على سوريا سترى موازين في المنطقة تتغير ليس فقط في سوريا أو في لبنان بل حتى في اليمن لماذا؟ لأنه سيكون هناك الصمت سينتهي وستبدأ مرحلة جديدة وسيبدأ استخدام القوة لأن الحديث عن السياسية والحديث عن أن يكون هناك تسميات خلاص انتهى وقته فاته الحوثي لا يفهم إيران لا تفهم لا تفهم إلا الضربات وعليهم الاستعداد نقول عليهم أيضا الاستعداد سينعكس بشكل كبير على موارسات الحوثي خاصة من أن الضربة التي ستغير كل الموازين كما قلت دكتور حمدان بالمنطقة ليس فقط بسوريا إيران ضالعة هناك طبعا كحليف رئيس مع روسيا وإيران ضالعة أيضا في اليمن وهي من يدعم الحوثيين ويمدهم بكل هذا المادي لدعم المادي والمعنى وما إلا ذلك طبعا لا شك إيران القاسم المشترك للشر إن كانت في سوريا في لبنان في العراق في اليمن في أي مكان هي موجودة دائما ودائما موجودة بصماتها على كل هذه الموارسات العدائية والإرهابية لذلك سيكون حسابها في أكثر من مكان لكن أدنابه أنا أتحدث عن الحوثي وغيرهم نعرفون أن مرحلة الصبر انتهت وصار هناك حساب أو استخدام لطريقة معينة مختلفة أقول استخدام سلاح بشكل يختلف لماذا لن أعطي المهل وحاولنا كثيرا ثم تجرأ الحوثي وتجرأ ثيران باستخدام هذه الصواريخ الباليستية اليوم نتحدث عن تقريب 110 أو 111 صاروخ باليستي وجه إلى الرياض وهذا أعتقد لن يكون هناك ضبط نفس بمثل دولة تقوم به مثل مقامة المملكة العربية السعودية الحساب فقط كانت المملكة تعود مع حلفائها يوم على مقال يوم موعود وهو هذا اليوم الموعود الذي ستواجه إيران وحلفائها وسيكون رد يقتضي بالأعمال بمواجهة وموازل الأعمال الإرهابية التي قلت في إيران وغيرها سنطابع معكم دائما نحن الأوضاع عن كثب شكرا دكتور حمدان الشهري الأكاديمي والمحلل السياسي والكاتب صحيفة الرياض شكرا شكرا